في هذا المقطع يا حبايب نزلت لكم مقطع على قناتي الثاني وبهذا المقطع يا حبايب شرحت لكم بي ليش انه بيوم 11 من هذا الشهر الساعة بـ 12 يعني أول ما يبدل اليوم بيوم 11 راح نزلكم آخر مقطع على قناتي باليوتيوب راح شوفوا المقطع لما تفتهموا القصة بالكامل وبنهت الوقت يا حبايب فانزات يارا نزلوا فضيحة 18 كلة تشبيرة على قمر مار وحطوا فيديو كدليل هذا الموضوع فروح شوفوا فضيحة هناك صراحة فضيحة كل زالة 18 كل زالة 18 ما قدرت تحطب هذا المقطع فرطوكم الرابط بالوصف يا حبايب راح شوفوها وانتفتهمون الحقيقة بالكامل وليش راح يعتزلوا بس شوفوا المقطع الخبر الأول اللي عادنا عن غيث مروان ونور مار والتقاهم ويا بعض فنزلت هذه الصورة اللي كان بها النور مار ويا غيث مروان ملتغل نويا بعض وقاعدين يأكلون فالغير صار يتوقع انه راح يصير صورون نويا بعض مقاطع كلش خرافية ونارية فاكتبني يا حبايب بلكومتاج قيمة حمسين لهذه المقاطع لح تكونوا بيا بعض ننتغل حاليا لياسو ويسام والتقاهم بيا بعض بالسر للمرة الثانية فيبدأ يا حبايب ياسو نزل شوية تستوريات فهذه الصورة واضحة انه هي على الشاطئ وبنفس الوقت كانوا معجرين مثل الشقة نوعا ما دي غيرون جو وراحة هناك ولكن الغريب الموضوع يا حبايب انه بنفس الوقت ويستن تكي تنزل شوية تستوريات جاب من داخل نفس المكان فصراحة حسنا توقع انهم رجعت لعلاقة السابقة ما بينهم كحب ولكن السؤال يطرح نفسي ما قاعد يلتقون بالسر ما دري صراحة اكتبني يا حبايب بالكومنتات شو انتوقعاتكم لهذا الموضوع ننتقل حاليا مريانا غريبة وصلح سبب الانستغرام للسبعمائة الف متابع في ان شاء الله الف مبروك اقبال 10 مليون يا رب وطبعا لا تنسون يا حبايب انتبار كلها بالكومنتات على هذا الانجاز ندخل الانس شايب والصورة اللي نزلها على سبب الانستغرام وهي تشارت صورة ويها بيلاد يوسف اليوتيور او الممثل السوري شان كاتب عليها اكتر حد اززوج باب الحارة والوضع يا حبايب انه قاعد يلما يحرح يتزوج على بيسان اسماعيل وعلى سرط بيسان يا حبايب فبالمقابل اللي سوتها كشفة هواي حقائق انه يرفع قضية على حيدر غيتارة فالما يعرف يا حبايب انو بيسان اسماعيل هي ممنوعة تنزل اغاني لمدة عشر سنين كاملة بسبب العقد اللي بينه وبين حيدر غيتارة في رافع اخذ عليهم المتفسخ العقد اللي ما بينهم وعما تجد ترجع تنزل الان اغاني مثل قبل هل مرفوع عليك اي قضايا في المحاكم حاليا مو مرفوع علي انا رافع قضايا انت رافع قضايا قضايا من اي نوع مشان عقود معينة عقود احتكار وقلت الوقت يا حباب صار يسئلوها ذاك واي شي صار معلومة عن ابوها طبع ابوها المفقود ان شاء الله يرجع بسلامة يا حباب بالاضافة انه نوعا ما سئلوها منه اكثر شخص تكرهي بالسوشيال ميديا ولاغلا بتوقع انه هي بتجواب مالتها كانت قصود محمد جواني اكون راح اعطوكم اجواب مالتها شوفوها قلت قبل كده انه والدك اختفى من السنوات في سوريا هل عرفتوا اي شي جديد عنه لا صراحة عم نحاول نعرف لحد الان شخص مو ممكن تسامحي شخص منافق انا في اسم محدد حاببا تصرح فيه لا منافق معين لا ويصدروا حاببا بنوصلات المقطاعات المقطاع اعجابكم اضطواع اشتركوا بقناة شانو كن فهد الزين من قناة بنقيك القصاص وبس مع السلامة شكرا